موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 6 اليونت الأول الدرس السادس أنوان الدرس مجلتي ملث معلومات حول بلد معين موجود بصفحة 16 من كتاب الطالب صفحة 14 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 16 من كتاب الطالب مكتوب أعلى الصفحة ملف معلومات بلد معين طبعا هذه القطعة قطعة جدا مهمة بالامتحان الشفوي والامتحان التحريري بالامتحان الشفوي أقصد بي هو امتحان الاصغار عليها 10 درجات الأستاذ من نهارة الشهر الأول يجي يقرأ القطعة مرة ومرتين وثلاثة وبعدها يسأل الطلاب مجموعة أسئلة عبارة عن أسئلة true false صح الخطأ أو أسئلة يسونو اللي رح نجي نحلها إن شاء الله بعد قراءة القطعة ويقيم درجات الطلاب هذه القطعة عليها 10 درجات بالامتحان الشفوي بامتحان الاصغار عرفنا أن هذه القطعة مهمة بالامتحان الشفوي وبعض الأحيان تجي بالامتحان التحريري بالسؤال الأول كقطعة خارجية يجيب الأستاذ القطعة ويجيب أسئلة متعلقة بيها مثل ما رح نجي نوضح إذن هذه القطعة جدا مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي رح نجي نقرأ القطعة نوضح مفرداتها وبعدها نحل الأسئلة المتعلقة بيها اللي هي عبارة عن أسئلة يسونو أو true false صح وخطأ بالإضافة للأسئلة التحريرية رح ننبه عليها read and write the names of the places under the photos read and write اقرأ واكتب the names of the places أسماء الأماكن under the photos أسماء هذه الأماكن تحت الصور كل صورة من ذن الصور عبارة عن مكان مذكور بداخل القطعة اقرأ القطعة وحاول تكتب أسماء هذه الأماكن من خلال القطعة خلنا نجي نقرأ القطعة ونحاول نطلع أسماء هذه الأماكن القطعة هي كالتالي hello my name is jake هذا الشخص اسمه jake يحتحدث عن نفسه يقول مرحبا أنا اسمي jake and i am english وأنا انجليزي جنسية انجليزية إذن هو من انجلترا england is in europe انجلترا في أوروبا تقع انجلترا في قارة أوروبا هاي المعلومة جدا مهمة نخلي جواءها خط england is in europe انجلترا في قارة أوروبا i live in london انا اعيش في لندن london is the capital of england هاي الكلمة جدا مهمة capital هنا معناها عاصمة لندن هي عاصمة انجلترا هاي المعلومة كذلك مهمة جواءها خط london is the capital of england لندن عاصمة انجلترا اذن السؤال الاول اذا سألني where is england اين تقع انجلترا اعرف ان انجلترا تقع في يوروب قارة أوروبا السؤال الثاني what is the capital of england ما هي عاصمة انجلترا لازم اعرف the capital of england is london london هي عاصمة انجلترا there are lots of interesting places to see هناك there are اخذناها بدرس السابق هناك lots of interesting places الكثير من الاماكن الممتعة لاحظ places اماكن جمع لذلك استخدمنا اياها there are والthere are اجدت بعدها lots مثل ما وضحنا بملاحظات الفرق بين there are والthere is بالدرس السابق there are lots of interesting places to see هناك الكثير من الاماكن الممتعة interesting places الاماكن الممتعة to see لرؤيتها في انجلترا look at my photos انظر الى صوري my favorite is london eye صورتي المفضلة favorite مفضل is london eye هي عين لندن شنها هي عين لندن هاي جدا مهمة it is a very big wheel انه اطار حديدي كبير نسميحنا ديلاب الهواء هاي الجر جواخط لمعلومة جدا مهمة هذه london eye اذا الصورة الاولى عرفنا مكانها london eye نسميها عين لندن هو عبارة عن very big wheel اطار حديدي كبير جدا اللي نسميحنا ديلاب الهواء this photo is of a bridge called tower bridge هذه الصورة هي لجسر يدعى جسر البرج يا صورة من الصور يقصد بيها يقصد بيها هاي الصورة اذا نخلي جواخط واكتب هنا tower bridge tower bridge كذلك من العماكن اللي موجودة بانجلترا it is very old انه جدا قديم هاي المعلومة انتبه لها tower bridge اللي هو جسر البرج is very old جدا قديم اثري this photo is of palace where the queen lives كذلك هاي palace جدا مهمة palace معناها قصر هذه الصورة اللي يقصد بيها هذي هي صورة القصر the palace شنه هو هاي القصر where the queen lives حيث تعيش الملكة live يعيش queen ملكة حيث تعيش الملكة اذا هاي هذا palace where the queen lives القصر الذي تعيش فيه الملكة وهذا tower bridge اللي هو جسر البرج and it is very old وهو جدا قديم وهذه london eye اللي هي عين لندن وهو very big wheel عبارة عن اطار حديدي كبير جدا بالاضافة الى معلومة the capital of england is london عاصمة انجلترا هي لندن and england is in europe تقع انجلترا في قارة اوروبا هذا ما يخص الفقرة الاولى او القطعة الاولى من الدرس نجي نحلل الاسئلة المتعلقة بيها وهاي الاسئلة جدا مهمة بالامتحان الشهري وذلك الامتحان الشفوي السؤال الاول the capital of england is فراغ الطالب لازم يعرف capital شنو معناها ذكرنا بداية الدرس انه capital معناها عاصمة عاصمة انجلترا هي فراغ لندن لو يوروب لندن لو اوروبا احنا نعرف انه اوروبا قارة احنا نريد العاصمة يعني محافظة حفظنا بالقطعة انه عاصمة انجلترا هي لندن اذا هاي السؤال ننتبه له جدا مهم لازم نعرف عاصمة انجلترا number two ثانيا england is in فراغ asia لو يوروب تقع انجلترا في فراغ بيا قارة asia اللي هي اسيا لو يوروب اللي هي اوروبا ذكرنا انه انجلترا تقع في قارة اوروبا it is in europe number three ثالثا jake is a french jake الشخصية اللي اخذناها قبل دقائق فرنسي true لو false صح لو خطأ احنا نعرف انه jake من انجلترا انجلند وجنسيته انجلش اذا اجابة صح لو خطأ الاجابة كيد false number four رابعا london eye is a very big wheel عين لندن هي عبارة عن اطار حديدي كبير جدا true لو false صح لو خطأ ذكرنا انه london eye it is very big wheel اطار حديدي كبير جدا اذا اجابة صحيح فنقول true number five خامسا فراغ is where the queen lives فراغ هو المكان الذي تعيش فيه الملكة queen lives تعيش فيه الملكة tower bridge اللي هو جسر البرج لو palace القصر ذكرنا ان الملكة تعيش في palace اللي هو القصر لذلك الاجابة palace هذا ما يخص الاسئلة المتعلقة بقطعة jake ننتقل الى القطعة الثانية اللي هي قطعة tanvi كذلك هاي من القطعة المهمة مثل قطعة jake تجينا اما هاي القطعة او القطعة اللي سبقتها والاسئلة المتعلقة بيها هاي الاسئلة ذكرناها نكتبها بالدفتر على موض خاف تجينا بالامتحان حاول نحفظها بالاضافة للاسئلة اللي راح نوضحها اللي موجودات بكتاب الطالب عبارة عن اسئلة true false نجي نقرأ القطعة ونوضح مفرداتها بعدها نحل الاسئلة المتعلقة بيها my name is tanvi انا اسمي tanvi هاي شخصية tanvi i live in mombay انا اعيش في mombay it is the biggest city انها اكبر مدينة but the capital of india is new delhi لكن عاصمة الهند هي new delhi اذا هنا لدينا معلومتين مهمات اولا mombay is the biggest city mombay هي اكبر مدينة وين in india في الهند اذا لازم نعرف ان مومبي is the biggest city المعلومة الثانية هي انه the capital of india is new delhi عاصمة الهند هي new delhi بعض الطلاب ما يميز يقول مومبي هي عاصمة الهند خطأ لازم اعرف mombay is the biggest city mombay هي اكبر مدينة بالهند و the capital of india is new delhi وعاصمة الهند هي new delhi طبعا هاي الصورة هي صورة ل new delhi فنكتب جواها new delhi نكمل الناس this is a photo of the famous minaret قطب هذه هي صورة لمنارة قطب المشهورة فنجر جواها خط ونكتب هنا minaret قطب اللي هي احد الاماكن المشهورة في الهند in the photo you can see me at school في الصورة الثانية يمكنك رأيتي انا في المدرسة with my best friend مع صديقتي المفضلة her name is ria والتي اسمها ريا يا صورة تقصد بها هذه الصورة فنكتب tanvi and ria هذه الصورة tanvi وصديقتها ريا she is on the right هي على اليمين اذن هذه ريا على اليمين وتانفي على اليسار this photo is beautiful تاج محل هذه صورة صورة تاج محل هي احد الاماكن المشهورة في الهند نخلي خط جو تاج محل ونكتب هنا تاج محل هذه صورة تاج محل هذا ما يخص هذه القطعة نستخلص منها بعض المعلومات المهمة اللي هي مومبي هي اكبر مدينة في الهند عاصمة الهند نيودالهي وصديقتها اسمها ريا هي الناس ريا صديقة تانفي ريا بالاضافة لانه تاج محل يوجد في الهند تاج محل ومينارت أوف قطب هذه الاماكن مشهورة بالهند مو بالانجلترا لازم نعرف الميز بين الاماكن اللي موجودة بالانجلترا والاماكن اللي موجودة بالهند ننتقل الى الاسئلة المتعلقة بهذه القطعة هذه الاسئلة كذلك نحاول نكتبها بالدفتر عمود خاف تجينا بالامتحان احاول دائما اني اراجعها نمبر وان اولا the capital of india is for our مومبي لون يو دالهي عاصمة الهند هي فرار مومبي لون يو دالهي احنا ذكرنا بالقطعة ان مومبي is the biggest city هي اكبر مدينة ونيو دالهي is the capital of india هي عاصمة الهند لذلك الاجابة الصح هي نيو دالهي نمبر وثانيا the biggest city in india is for our اكبر مدينة في الهند هي فراغ شنو الكلمة المناسبة لفراغ مومبي لون يو دالهي كذلك احنا نعرف ان نيو دالهي هي عاصمة الهند لذلك يقول the capital of india is in india اما مومبي is the biggest city اكبر مدينة لذلك الاجابة هي مومبي نمبر ثري ثالثا tanvi is from england tanvi من انجلترا true لو false صح لو خطأ احنا نعرف ان tanvi من انديا من الهند لذلك الاجابة false خطأ هذا ما يخص الاسئلة المتعلقة بقطعة tanvi ننتقل الى الاسئلة الشفوية اللي موجودة بكتاب الطالب تحديدا بالليونة الاول الدرس السابع المفروض نشرحها بالدرس القادم لكن بما ان الاسئلة متعلقة بهذا الدرس رح نشرحها بهذا الدرس ونرجعها بالدرس القادم ان شاء الله فهذه الاسئلة سجل عليها اسئلة جدا مهمة تجيني بالسؤال الاول يجيب للقطعة jayk وتانvi ويجيب للاسئلة متعلقة بيها او قد يجيب ليها بامتحان الاصغار يقرالي القطعة داخل الصف بالامتحان الشفوي مرة ومرتين يقراها وبعدها يقرالي ذن الاسئلة بعض هذه الاسئلة عبارة عن اسئلة yes or no او true false صح وخطأ ولازم نجاوب عليها عليها عشر درجات اذن هذه الاسئلة جدا مهمة read country information file اقرأ قطعة ملف معلومات بلد معين اللي قرناها قبل دقائق القطعتين الخاصات بتانفي وجيك again مرة اخرى and tick وضع صح على ال yes اذا كانت الاجابة صحيحة وعلى ال no اذا كانت الاجابة خاطئة يعني اذا كانت الاجابة صح اخلي الصح على ال yes واذا كانت الاجابة خاطئة اخلي الصح على ال no نمبر وان اولا جيك is a french جيك فرنسي الاجابة صح له خطأ احنا ذكرنا بالقطعة ان جيك from england من انجلترا وجنسيته english انجليزية وليس فرنسية اذا اجابة صح له خطأ الاجابة كيد خطأ نمبر 2 ثانيا the capital of india is mombay capital عاصمة عاصمة الهند هي mombay الاجابة صح له خطأ ذكرنا ان عاصمة الهند هي new delhi بينما mombay is the biggest city اكبر مدينة اذا الاجابة صح له خطأ الاجابة كيد خطأ لان عاصمة الهند new delhi وليس mombay لذلك الاجابة خاطئة نمبر 3 ثالثا the london eye is a big wheel عين لندن هو عبارة عن اطار حديدي كبير الاجابة صح له خطأ ذكرنا بالقطعة انه عين لندن هي عبارة عن اطار حديدي كبير جدا الاجابة صح له خطأ الاجابة كيد صح نمبر 4 نمبر 4 ذكرنا بالقطعة انه تانفي is from india من الهند وجنسيتها انديان جنسيتها هندية لذلك اجابة صح له خطأ الاجابة كيد صح نمبر 6 سادسا ريا is tanvi's best friend ريا هي صديقة tanvi المفضلة الاجابة صح له خطأ ذكرنا انه ريا هي صديقة tanvi افضل صديقاتها صديقة tanvi المفضلة لذلك الاجابة صح نمبر 7 سابعا مومباي is bigger than noodle he مومباي اكبر من noodle he الاجابة صح له خطأ ذكرنا انه مومباي هي اكبر مدينة بالهند لذلك هي اكيد اكبر من noodle he لذلك الاجابة صح نمبر 8 تاور برج isn't very old تاور برج جسر البرج isn't very old ليس قديم جدا ذكرنا بالقطعة انه من ميزات جسر البرج هو انه قديم جدا وانا اقول لك هو ليس قديم اذا الاجابة صح له خطأ الاجابة كيد خطأ هذا ما يخص هاي الاسئلة اسئلة جدا مهمة نحاول قدر المستطاع نحفظها لان اسئلة جدا مهمة بالامتحان الشفوي وكذلك الامتحان التحريري ننتقل الى كتاب النشاط تمرين اي listen and read about india استمع وقرأ عن الهند هذه القطعة هي قطعة متكاملة بها معلومات عن الهند المطلوب من عندي ان اقرأ القطعة واحل الاسئلة المتعلقة بها بتمرين بي حسب ما قرأتها حسب معلومات اللي قرأتها بهذه القطعة لذلك ننتبه القطعة هاي قطعة مهمة والتمرين اللي بعدها تمرين مهم يعتمد على هذه القطعة داخل نقرأ القطعة نوضح مفرداتها بعدها نحل الاسئلة متعلقة بها اللي موجودة بتمرين بي here is a map of india هذه خريطة india map خريطة you can see تاج محل يمكنك رؤية تاج محل طبعا تاج محل هو عبارة عن مسجد او جامع او معبد مشهور بالهند india is in asia تقع الهند في قارة اسيا ننتبه هاي معلومة جدا مهمة نجر جواها خط it is a very big country انه بلد كبير جدا and it has second biggest population in the world ويملك ثاني اكبر تعداد سكاني population تعداد سكاني in the world في العالم بعد الصين طبعا the capital of india is in new delhi عاصمة الهند in new delhi مثل ما وضحنا capital عاصمة عاصمة الهند نعرفها in new delhi but the biggest city is mombay لكن اكبر مدينة هي mombay ذلك دلي ليحب هاي المعلومتين لان معلومات جدا مهمة لازم ميز العاصمة عن اكبر مدينة people in india speak many different languages الناس في الهند يتحدثون العديد من اللغات المختلفة like hindi كالهندية هاي ننتبه لها اللغات اللي تتحدثوها نحفظها هندي اللغة الهندية tamil هاي احد اللغات الموجودة بالهند والوردو لغة الوردو هاي من اللغات المشهورة بالهند اذا نتحدثون ثلاث لغات هندي tamil order lots of people speak english too والكثير من الناس يتحدثون اللغة الانجليزية ايضا باسفل الصفحة تكملت النص the national symbol of india is the tiger national symbol الرمز الوطني للهند هو tiger احنا نعرف كل بلد الى رمز وطني مثلا العراق رمز الاسد السود الرافدين يقولون استراليا رمزها الكنغر الكنغر الاسترالي الرمز الوطني وكذلك الفرنسا الديوك الفرنسية كل بلد الى رمز معين رمز وطني رمز الهند الوطني هو tiger النمر india is famous for elephants مشهورة الهند بالفيلة tea الشاي وكاري اكلة الكاري هذاني كذلك الاشياء المشهورة بها الهند نحفظهن لازم نعرف الهند وين تقع بها قارة قارة اسيا اكبر مدينة مومبي عاصمة الهند نيودالهي رمزهم الوطني tiger والاشياء المشهورين بها لحد الان elephants وتي وكاري and saris وكذلك الساري شين هذا الساري الساري is a dress that many indian women wear الساري هو عبارة عن فستان that many indian women الكثير من النساء الهنديات wear ترتديها اذن الساري عبارة عن نوع من الالبسة مشهور بالهند here is a picture of hamlaia mountains هذه صورة جبال الhamlaia mountain جبال الhamlaia جبال الhamlaia part of hamlaia range is in india جزء من سلسلة جبال الhamlaia في الهند range سلسلة هاي كذلك كلمة مهمة سلسلة جبال الhamlaia the rainy season الموسم الممطر is called monsoon يدعى monsoon هذا الفصل اللي تكثر به الامطار بالهند يطلقون عليه monsoon the monsoon is from july to september هذا الفصل يمتد من جولاي من شهر جولاي من شهر السابع to september الى الشهر التاسع اذن نحفظ كذلك الفصل الممطر يمتد من جولاي الى september هذا ما يخص القطعة المتعلقة بالهند خلنجي نشوف الاسئلة المتعلقة بهذه القطعة اللي هو موجودة بتمرين بي تمرين جدا مهم بالامتحان التحرير سواء كان امتحان الشهر الاول او امتحان نص السنة cover page 14 can you complete the sentences هل يمكنك اكمال الجملة التالية about india عن الهند اخذنا المعلومات عن الهند نحاول نحل هذا التمرين number one اولا where is india اين تقع الهند it is in فراغ تقع في فراغ يا قارة تقع الهند ذكرنا بالقطعة ان الهند تقع في قارة اسيا فنكتب asia it is in asia تقع في قارة اسيا number two ثانيا new delhi is the فراغ city of india تعتبر كلمة languages يتحدثون الكثير من اللغات languages number four رابعا india is famous for فراغ عن فراغ الهند مشهورة ب فراغ و فراغ ذكرنا ثلاث اشياء مشهورة بالهند اللي هي elephants الفيلة وبعد كذلك ذكرنا الشاي تي والكاري اكلة الكاري number five خامسا اي فراغ is adress that many indian women wear الفراغ هو الفستان الذي ترتديه الكثير من النساء الهنديات شسمينا هذا الفستان او الملبس سميناه ساري a sorry is adress that many indian women wear الساري هو الفستان الذي تلبسه معظم النساء الهنديات number six ساري the national symbol of india is a فراغ الرمز الوطني للهند هو فراغ شين الكلمة المناسبة للفراغ ذكرنا ان الرمز الوطني للهند هو el tiger النمر number seven سابعا the hemalayas are famous mountain فراغ الهملايا هي عبارة عن فراغ جبال مشهورة شين الكلمة المناسبة للفراغ اكيد كلمة range سلسلة جبال مشهورة في الهند number eight ثامنا the rainy season is from فراغ to فراغ الموسم الممطر من فراغ الى فراغ ذكرنا بالقطعة الموسم الممطر يمتد من ياشهر اليا شهر من جولاي الى سبتمبر الشهر التاسع هذا ما يخلص تمرين بي تمرين جدا مهم يجيني اما على شكل اسقاطات بسؤال الرابع بسؤال مفردات او على شكل الاختيارات اذن يعتمد اعتماد كلي على قطعة الهند read page 14 اقرأ صفحة 14 مرة اخرى الموجودة بكتاب النشاط تمرين a and check your answers وتأكد من اجوبتك الاجوبة كلهن صحيحات تمرين d write two sentences اكتب جملتين you think are interesting about India تعتقد انها ممتعات عن الهند شن اللي اجابك بالهند تحاول تكتب جملتين عن اي شي عجبك بالهند هاي تعتمد على رأي الطالب فالطالب يقول i think انا اعتقد اندي is interesting because الهند ممتعة لانه مثلا اقول there are lots of places to visit ونالك الكثير من الاماكن لزيارتها like تاج محل كتاج محل and هملايا وجبال الهملايا هذا ما يخص تمرين دي درسي اليوم كان طويل جدا وبيه الكثير من المعلومات المهمة القطع لازم افهمهم واحفظ اسئلتهم سواء كانت اسئلة صح وخطأ او اسئلة فراغات سواء كانت اللي كتبناها من هذا الدرس او اللي موجودات في كتاب الطالب او حتى اللي موجودات في كتاب النشاط وقتمرين به لاني كلهن اسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي بيهن الكثير من الدرجات خلال الشهر الاول من منهج الخامس الابتدائي ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤال او سفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة